وساطة عمانية جديدة تنجح في الإفراج عن قس هندي مختطف منذ أكثر من عام الأب توم أزوناليل المختطف منذ مارس 2016 عقب عملية إرهابية نفذها مسلحون مجهولون على دار للمسنين في مدينة عدن وهي العملية التي ذهب ضحيتها أيضا أربع راهبات هنديات وعاملتان يمنيتان وثمانية من نزلاء الدار وحارس أمني في مايو الماضي نشرت مواقع إخبارية تسجيلا مصورا يظهر فيه القس وهو يطلب المساعدة ويقول إن صحته تتدهور وإنه بحاجة لدخول المستشفى ولم تنجح محاولات الخارجية الهندية مع السلطات الحكومية في معرفة مكانه أو الجهة الخاطفة فضلا عن إطلاق سراحة حتى تدخلت سلطات الفاتيكان باعتبار القس أحد موظفيها وكالة الأنباء العمانية قالت أن السلطات العمانية نسقت مع أطراف يمنية لتحديد مكان زوناليل ونقله للسلطنة وإنه في طريقه إلى بلاده لكنها لم تذكر من هي الأطراف التي كانت تحت جزو أو تلك التي نسقت معها وكيف تمت عملية إخراج القس الهندي ليست هذه المرة الأولى التي تنجح سلطنة عمان في الإفراج عن أحد المختطفين في اليمن إذ طالما سعدت السلطنة مرارا في تسهيل إطلاق سراح أجانب اختطفوا في اليمن ولدى جهات مختلفة آخر الوساطات العمانية نجحت في إطلاق سراح موظفة الصليب الأحمر الفرنسية من أصول تونسية نوران حواس بعد أشهر من اختطافها في صنعاء وقبلها كانت سلطنة عمان تنجح في الإفراج عن مجموعتين إحدى هما تضم ثلاثة أمريكيين والأخرى تضم خمسة أشخاص أمريكيين وسعوديين وبريطاني كانوا مهتجزين لدى سلطات ميليشي الحوثي في صنعاء اشتركوا في القناة